شجيرة البيبينو فاكهة استوائية ذات فوائد كثيرة تحتاج إلى جو معتدل وتحب الرطوبة يصل طولها إلى مترين وعمرها لا يتجاوز أربع سنوات السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديالي عبدالخلق من قناة شكورة تيفي وحييكم هذا الفيديو درت اليوم باش نهديه الوحد الناس ديول الجزائر خاوتنا اللي في الجزائر اللي طالبوني باش ننذير لهم هذا الفيديو على فاكهة البيبينو إن شاء الله غادي ندير اليوم كيفاش يمكننا نكتروا هذه الفاكهة الجميلة بواسطة العقل إذن ابقوا معنا لتشاهدوا الطريقة قبل لنا نبدأ الفيديو ديالنا نرجو الاشتراك في القناة ستفعل الجرس ويصلكم دائما الجديد مع دعمنا بلايك إذن على بركة الله غادي نشوفو كيفاش يمكننا نزرعوا عقل هاد البيبينو اللي هي عقلة سريعة النمو إذن بعد ما كنقومو بقطع هاد العقلة من شجار الأم كنغرسوها في هاد الاناء صغير كيف ما كتشوفوه فقمنا بغرسة فاد الاناء الصغير اللي غادي نحاولو نحيدوه باش نشوفو واش تلقات الجذور أول الله بالتالي كيف ما كتشوفوه فهذه هي الشجارات البيبينو الآن كتشوفو أنها خرجات الجذور حنا قمنا بوضعها في الطربة عادية هذه الطربة عادية ما فيها لا سماد ولا شيء طربة فقط عادية أما الطربة الآن اللي كنا في هاد السطل الصغير فهي طربة خصبة جدا بخلط الطربة مع السماد العضوي المتحلل على ذلك السماد فيمكن لنا نسمدوه إلا كانت في الأرض المستدامة نسمدوها جزء الخطرات في السنة حتى لثلاثة أما إلا كان عندنا آسيس بحال هذا يمكن من ثلاثة إلى أربع شهر نحولوه إلى آسيس أكبر وكتبقى بالنسبة للتسميد كيبقى بالشكل الدوري لأنها كتحتاج للتسميد لأنها كتكون في هاد الوعاء الصغير ومن بعد هاد يمكننا نحولوها الإناء آخر أكبر منه فبالتالي هاد العقال اللي هي سريعة النمو سواء قمنا بزرع ديالة في الأرض أو في الماء فهي سريعة النمو وعلى ذكر الماء فهي تحب الماء بشكل كبير وكذلك تحب الرطوبة كما أنها تعيش في جميع أنواع الطربة وتعطي الطمار طول السنة تحية طيبة لكم أيها الرائعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته